بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم انا معكم حسام سعد من قناة دليلك الفهم المحاسبة وعودا بعد غياب لمحاسبة التكاليف او المحاسبة الادارية عملنا قبل كده سلسلة متكاملة في التكاليف حوالي 16 فيديو بدءا من اساسيات تكاليف تصميم نظام محاسبي خاص بالتكاليف ودليل حسابات ودورة مستندية دليل حسابات كان في سلسلة المحاسبة المالية نعم ودراسة سلوك التكاليف المتغيرة والسبتة وازاي نحدد نوع التكلفة ومركز التكلفة وطبعا التكاليف الغير مباشرة ازاي نوزعها سواء بالطرق العادية او بطريقة الابسي التكاليف على اساس النشاط وكذلك شرحنا انظمة محاسبة التكاليف لنظام الاوامر والمراحل وكمان شرحنا التكاليف المعيارية وانحرافتها وقوانينها وازاي نحل كل انحراف وكمان شرحنا قوائم التكاليف مختلف النظريات وبرضو شرحنا حوالي 9 فيديوهات في المحاسبة الادارية تعادل والموازنات واتخاذ القرارات بانواع هذه القرارات طبعا بخلاف سلاسل مستقلة للتحليل الماني ودراسات الجدول لانه في البعض احيانا بيصنفهم ضمن المحاسبة الادارية هم محاسبة الادارية بس ايه الافضل يبقى لوحده طيب النهاردة بنتكلم على قرار تسعير المنتجات ازاي انا بعد منتج المنتج بتاعي احدد السعر بتاعه طبعا موضوع كبير نفعش نقول في كلمتين اولا قد يحكمني في التسعير سعر السوق يبقى هنا احنا مش هنتكلم فيه معادلات وكلام من ده يعني مثلا فيه منطقة معينة فيه منتج معين وليكن مثلا محلات الفول والطعمية او الفلافل ينفعش انا المحلات اللي جنبه كلها تكون بتبيع السندويتش مثلا بخمسة جنيه وانا اروح بيعه بسبعة جنيه بعشرة جنيه ماينفعش او بيعه بثنين جنيه تياتا جنيه انا هخسر اكيد هخسر يعني يبقى اذا احيانا سعر السوق هو اللي بيحدد سعر المنتج بتاعي انا مرتبط بالسوق اللي انا موجود فيه طيب احيانا برضو فيه حاجة اسمها سعر التسعير الجبري زي الادوية كل النوع ده حاجاتك بتشتريه مكتوب على السعر بتاعه زي مثلا رغيف الخبز المدعم في مصر مثلا برضو ده سعر جبري وهكذا يبقى السعر الجبري برضو انت مالكش يد فيه فيه السعر التفاوضي مع العميل انا ببيع مثلا العميل مثلا غرفة نوم مثلا يعني عريس مثلا راح يشتري غرفة نوم بتفاوض معه لحد ما نوصل للسعر اللي بيرضينا احنا الاتنين مثلا يعني عملا عند تحديد تسعير او سعر اي منتج لازم اخذ في اعتباري الاتي قلنا حاجة من شوية وضع السوق سعر السوق وكذلك المنافسين بتاعه بيبيعوا بكام وجودتهم ايه استراتيجية الشركة وهدفها من التسعير هل انا عايز استخدم التسعير في التسويق للمنتج بتاعي ان انا مثلا اخفض سعره كنوع من انواع التسويق يبقى ده استراتيجية الشركة وضع العملاء وتفضيلاتهم للسعر لو انا في منطقة شعبية ولا منطقة راقية بديا ما بتكلمش على حاجة تانية بتكلم على الماديات راقية مادية الناس معها فلوس يعني لكن مش ناس احسن من الناس لا ناس معها فلوس اكتر يعني وتفضيلاتهم للسعر يعني هل الناس في المنطقة دي بتفضل السعر الاقل ولا احنا في منطقة الناس ممكن تشتري ايا كان السعر وهكذا تكلفة المنتج بتاعي كام وبنان عليه السعر اللي يغطي التكلفة ويحالي ربحك وهكذا تعالوا انشوفي الحتة المهمة اللي جاية دي مدى مرونة الطلب السعرية للمنتج يعني اصلا مرونة الطلب السعرية بمعنى ارتفاع او انخفاض السعر هل بينعكس في شكل ارتفاع وانخفاض متساوي او منتظم للطلب على المنتج برضو انت ما فيمتنيش هو مفهوم اقتصادي خلي بالك مرونة الطلب بمعنى يا جماعة بمعنى دلوقتي مثلا مثلا هنقول تذكارة السينما بخمسين جنيه حلو سعر التذكارة زاد مية جنيه هل كل الناس اللي بيدخلوا السينما عندهم استعداد لتقبل هذا السعر الجديد والاجابة لا لان دي سلعة كمالية سلعة ايه كمالية اكسر مرونة بمعنى ايه زيادة السعر هتؤدي الانخفاض الطلب يبقى هنا مرنة يبقى السلعة الكمالية او الغير ضرورية بنطلق على النية سلعة اكسر مرونة من غيرها تعال بقى نشوف مثلا الغيف الخبز يعني في مصر احنا بنسمي العيش لان في اعتماد شي بيكون لي في الوجبات بتاعتنا على الغيف الخبز او العيش دلوقتي العيش المدعم بخمس اروش طيب بقى بعشر اروش برضو حدكة تروح تشتريه يبقى هنا السلعة الضرورية اكل مرونة يعني رغم ارتفاع السعر بنسبة 100% الطلب عليه ما قالش او قال حاجة بسيطة قوي تمام يبقى لازم نراعي المنتج بتاعنا بصعاره ده منتج غير ضروري ولا ضروري لو غير ضروري ما تعليش السعر قوي لان الناس هتعزف عن شراء هذا المنتج بتاعك لان في حاجات اكثر ضرورية من هذا المنتج ايضا من استراتيجيات التسعير اختراق السوق او التخفيض لسه احنا قيلين انا بتتبع انا عايز اتعرف فبضطر انزل بالسعر بتاعي ممكن انزل للتكلفة ممكن كمان انزل لقلم التكلفة يعني اخسر في مقابل ان انا المنتج بتاعي تعرف الجودة بتاع الناس تتعرف ان هي كويسة انا بعمل الناس كويس فعلى المستقبل بقى ابدأ ارفع سعري بحيس ان انا خلاص اتعرفت في السوق واقدر ابيع بعد كده حتى لو رفعت السعر بتاعي ما لازم في انها ارفع السعر ما اقفل بقى خاشة وفضل ببيع بالتكلفة على طول قشت السوق دي زي ايه بقى حضرات اقولك زي ايه يعني مثلا انا بشتغل اه موزع موبايلات وكيل يعني شركة كبيرة يعني مش قصدي مندوب يعني طيب في موبايل جديد بمواصفات خاصة ما كانتش موجودة قبل كده نزل السوق الموبايل ده لو انا بعته بخمسين الف هبقى كسبان فيه بس انا مش هعمل كده انا زي ما تقول كده ايه هستغل السوق انا هبيعه بمئة الف ليه يا سيد بيعه بمئة الف لان فيه ناس كده كده هتشتري فيه طبقة كده معينة اول ما تعرف ان الموبايل ده او فيه موبايل نزل السوق بمواصفات معينة مش موجودة في موبايلات قبل كده هتشتري حتى لو بمئة الف ولو بمئة وخمسين الف فيه ناس هتشتري هو كده هيرمي اللي معاه حتى لو معاه ده لسه جايبه من يومين هيرمي ويجيب الجديد يبقى اذا انا بالنسبة لي كالشركة في الحال دي باستغل الناس دول يبقى انا بطرح المنتج بتاعي بسعر اوفر شوية مئة الف مئة وعشرين الف هلاقي في ناس بتشتريه طيب هفضل سيب السعر ده كده لحد ما خلاص لاقي معادش حد بيشتريه خلاص الطبقة اللي انا كنت بستهدفها دي اللي هي بتشتري اياه ان كان السعر خلاص اشتره خلاص ابدأ بعد كده بقى ايه انزل بالسعر تدريجي يعني استهدف طبقة بعد كده مثلا بثمانين الف ستين الف لحد بقى ما ثبت السعر عندي خمسين الف اللي هو السعر العادل اللي هيكسبني برضو لبقى لك الكلام ده بيحصل في حاجات كتير تسعير الحزمة ان انا ابيع اكتر من صنف متشابه او مختلف معا انا اقصد مختلف يعني مش نفس الصنف يعني يعني مثلا شاي وسكر دول مرتبطين ببعض بس مختلفين يعني بما يتيح زيادة المباعة للشركة واحد هذا خاصة في حالة ركود اللي هي العروض يعني انه مثلا بتوعي اللحمي يقول لك هديك مش عارف كيلو لحمة وكيلو مفروم وكيلو مش عارف ايه وهكذا ده اسمه تسعير الحزمة انا في نفس الوقت بحرك الركود اللي بيحصل وبالنسبة للعميل بتبقى ميزة فيه تخفيض جزئي للسعر استراتيجية تقليل الخسارة ده لو انا عندي اصناف رجدة بالمخازن وانا اما محتاج سيولة او الصنف او شك على انتهاء صلاحيته هاتطر بيعه حتى لو بخسارة ما هنا انا كده كده لو الصلاحيت انتهت انها خلاص هيتعيدن مثلا يعني خلاص انا اخسر فيه مثلا جزء معين بدل ما اخسر 100% كامل الخسار يعني تقليل الخسارة فيه استراتيجية نفسية اللي يقول لك ايه الحاجة دي بمية تسعة وتسعين بدل متين يعني على اساس انت كده ايه هتشتري مثلا او عمل عروض وهمية او فيه ناس بتعمل عروض وهمية يعني مثلا يقول لك ايه هو عايز يبيع بخمسمية وهو السعر اصلا بخمسمية ورح كاتب لك على المنتج ده المنتج ده سبعمية واحنا عمل لك تخفيض على المتين يبقى خمسمية وانت اصلا بيتبيع بخمسمية مفيش سبعمية دي اص اساسا انت بقى تفرح اه ده بسبعمية انا اشتري بخمسمية دلوقت فرحان قوي وبيضحك عليك او مثلا الناس اللي هي في مناطق مثلا شعبية فافصل وكده فالبايع عارف ان اللي جاله دو هيفصل كده كده يعني مثلا عايز ابيح حاجة معينة بمتين جنين انا لو قلت للزبون بمتين هيقعد يقول لي تب مية وخمسين تب مية وستين طيب وابايا راح دي ما اقول له ايه بمتين وخمسين الزبون برضه يفصل تب خليها معلش متين تب خليها بمتين وعشرين لا وهكذا لحد ما نوصل اصلا للسعر اللي انا عايز ابيع به دي حاجات نفسية للناس اللي هي شغالة في البيع فاهمها اكتر مني طيب احنا بقى عايزين نوصل للشك المحاسبي في التسعير يعني اللي فده مش دخل اوه في الصلب المحاسبة صلب المحاسبة بقى ان احنا فعلا مثلا مش مربوطين بسعر السوق مفيش سوق احتكار لا احنا عايزين نعرف ايه السعر العادل اللي يكسبني كشركة ومناسب للعميل برضي ما هو ان كان علي كشركة انا عايز ابيع به على سعر طيب ما هو على سعر ده مش هدعف تبيع به مش مناسب للعميل اللي يشتري منك طيب احنا يبقى احنا كشركة دلوقتي بنتكلم لو انا عايز اه احدد سعر المنتج بنانا على ممكن نقول على استراتيجية التكاليف مقابل اه هامش ربح معين اذا السعر في الحالة دي بيساوي تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج زائد هامش الربح المطلوب للوحدة الواحدة من المنتج بقى ده ملخص اللي جاي تاني يبقى اذا سعر اي صنف او منتج بيشوف كلفنا ديعة مثلا المنتج ده الوحدة الواحدة مكلفان 100 جنيه تقوم مزود عليها اللي انا عايز اكسبه على كل 100 جنيه وليكن 20% انا بيعي المنتج ده ب120 جنيه باعتبار ان هامش الربح 20 جنيه طيب عندنا هنا فيه تلات طرق معينين للمفهوم اللي انا قلت ده اللي هو التكلفة زائد هامش الربح اول طريقة اسمها طريقة العائد على الاستثمار بقول لك السعر بيساوي اجمالي تكلفة الوحدة زائد العائد المستهدف على الاستثمار بتاعي يعني انا هنا عايز اكسب بما يوازي العائد المطلوب ان انا حيوع على الاستثمار بتاعي استثمارات بتاعتي يعني انا ضخطي استثمارات في الشركة دي ب10 مليون جنيه انا عايز اكسب 10% كل سنة بحسن ان بعد 10 سنين اكون رجعت الاستثمارات بتاعتي مساء واحدة نقول لك لا 20% انا عايز فترة تستداد اموالي تبقى 5 سنين واحد 25% اربع سنين واكذا موامية في المية على 25% دي كاربعة خلي بالك اللي بيسأل يعني جبت من اربع سنين دي طبعا مشكلة المعادلة اللي ما اتكلم فيها دي ازاي نحدد نسبة العائد على الاستثمار انا زي ما نقلت لك انت عايز ترجع فلوسك على 10 سنين يبقى 10% عايز ترجعها على 5 سنين يبقى 20% اربع سنين يبقى 25% تمام طب واحد يقول لي طب السنين دي برضو ايه اهم محدد التحديد هو اهم حاجة في التحديد الاصول انا بجيبها دي بتستاهلك بسرعة ولا هتقعد كتير يعني انا الاصول انا دخطها دي الالات والسيارات ومش عارف ايه هتقعد معمرة هتقعد معا فترة طويلة ولا هتقعد معا فترة قصيرة هتطر اغيرها بعد كده لو هتطر اغيرها بعد فترة قصيرة لا يبقى انا عايزة فلوس بسرعة عشان هتطر استخدم الفوائد الاموال بتاعتي في شراء اصول جديدة طيب الاصول بتاعتي ده تقول 20 سنة لا يبقى كفاية عليها يرجع فلوس بعد 10 سنين خدت بالك وهكذا المعادلة بالنسبة لنا انا عايزك تفهمها ما فيش حفظ في اي حاجة محاسبة فيش حفظ حتى تقوانين وانا ما كده مش حفظ برضو افهمها السعر بيساوي انا عايز اغطي ايه هو ده اللي حط في البسط اجمال التكاليف بتاعتي المتغيرة والسبت وكمان العائد المستهدف قبل الضريبة انا عايز عائد صافي يعني طيب ليه بقسم على العدد الوحدات المتوقع بيع عشان اجيب سعر بيع الوحدة انا في النهاية بجيب سعر الوحدة مش سعر 1000 وحدة يبقى بقسم على عدد الوحدات المراد بيعها او المتوقع بيعها طيب العائد المستهدف على الاستثمار ده بيساوي ايه ما نسأل لك استثماراتي فيه النسبة اللي انا قلت لك برضو حاولت اقول لك ممكن اجيبها ازاي تمام ماشي تعال نشوف مثال كده الشركة اللي احنا فيها دي عايزة تحقيق عائد مرغوبة على استثمار 10% واستثماراتها 100000 وتكاليفها السبتة 50000 جنيه تكاليفها المتغيرة 5 جنيه للوحدة خلي بالك ومستوى المبعات المتوقع 15000 وحدة يعني غالبا احنا هنبيع السنة دي مثلا انا 15000 وحدة اللي احنا بنتكاليف فيها تكاليف سبتة 50000 جنيه والمتغيرة 5 جنيه للوحدة ونسبة الضرائب 34% العائد على الاستثمار 10% في الاستثمار بتاعت 100000 يعني 10000 طيب فيه ضريبة انا هدفعها انا عايز بقى العائد يبقى قبل الضريبة بحيث لما شيل الضريبة يحلقى لصافي 10000 فهمت الكلام؟ يبقى انا مش عايز اغطى 10000 بس انا عايز اغطى لأكتر من 10000 تمام؟ نروح ضربين في 100 على 66 اللي هو متمم الضريبة هتبالك يا المعادلة دي اصلها ايه؟ اصلها مقص اللي متابعنا دايما انا بحب فكرة المقص دي تمام؟ يعني 10000 دي هنقول ان هي بتمثل العشر تلاف اللي انا طلعتها دي الاصل دايما بنخليه 100% ماشي؟ الاصل بنخليه 100% اللي هو قبل الضريبة بعد الضريبة هنشيل 34% يبقى 66% تمام كده؟ حلو الكلام؟ يبقى احنا لو عملنا المقص بتاعنا ان العشر تلاف العشر تلاف دي اللي هي بعد الضريبة بتناظر 66% يبقى كام بيناظر 100% هتلاقي نفسك عملت مقص تضرب في 100 على 66 في الكبير على الصغير عشان عايز الرقم يجبر قبل الضريبة يبقى اكتر من بعد الضريبة الربح قبل الضريبة يبقى اكتر من بعد الضريبة لانا بقسم الضريبة يبقى بعد الضريبة قال المهم طالعها 1552 يبقى انا عايز اغطي تكاليف سابتة بـ 50 ألف وتكاليف متغيرة خلال بالك 5 جنيه اللي واحدة يجب ان نضرب في عدد الوحدات اللي هو 5 في 15 ألف تمام؟ يبقى انا عايز اغطي تكاليف سابتة بـ 50 ألف وتكاليف متغيرة 5 في 15 ألف وكمان بقى عشانك سبق اغطي 15152 يبقى اللي فوق ده ده بمثابة اللي عايز يفهم بقى ده اراضي المبعات بتاعتي يعني المعادلة البسط ده دي المبعات اللي انا عايز احاياها السنة دي اقسمها على عدد الوحدات اللي انا باعها يدينا سعر باقي الوحدة يعني البسط ده هو المبعات على فكرة او كمة المبعات اللي انا عايز ابيع بيها طب انت وصلت لكمة المبعات كذا على عدد الوحدات اللي هتباعها يديك سعر باقي الوحدة اللي انا اطرحه في السوق تسعة اربعة وتلاتين قرش تقريبا ماشي معدلة شبيهة برضو التسعير بنان على التكاليف الصناعية طيب في معدلة تانية بعدها بنان على التكاليف المتغيرة طيب نستخدم ان فيهم على حسب انت شايف تنسيب الربح للتكاليف الصناعية عندك اضق ولا تنسيب الربح بالنسبة للتكاليف المتغيرة هو اللي عندك اضق عشان عارف السؤال ده هيتسئل لي طيب ايه الاحسن الاحسن دي على حسب شركتك وبيانات شركتك واستراتيجيتك ممكن اساسا لاني بقوله ده كله مش مناسب ليك انت شغال حسب سعر السوق وممكن يبقى مناسب ليك وهكذا المهم احنا هنا هنصعر بنان على التكاليفة الصناعية واحد تقولي تابه الادارية والتمولية هقولك دلوقتي هقولك دلوقتي هنعمل فيها ايه ما تقلقش يبقى ازا السعر هيساو تكلفة الوحدة الواحدة الصناعية الوحدة الواحدة زائد تاني تكلفة الوحدة الصناعية في نسبة الربح اللي بعد كلمة زائد ده وهمش الربح على فكرة الواحدة طب وهمش الربح ده بيبقى نسبة نسبة لازم اضربها في حاجة بسيد واحد يقول لي هو انت ليه جامعة تكلفة الوحدة الصناعية الان ما جمعتها اش مرتين انا مثلا الالم بكلفنا عشرة جنيه يبقى السعر يا سواع عشرة زائد الالم دا ازاك سفى عشرين في المية هلا اقول زائد عشرين في المية تعرف دي معناها ايه ان انا هبيعه بعشرة واقل من يعني عشرة و عشرين من مئة من جيني يعني عشرة و ريال مثلا لو عشرين قرش 200% من العشرة جنيه يبقى لازم اضرب saute 20% دي في تكلفة الوحدة تاني يعني اروح قايل عشرة زائد 10 في 20% دينا 12 يعني العشرة في الاول دي زائد 10 في 20% دينا 12 انا اذا اكسب القلم ده 12 جنيه وده الصح يبقى 10 زائد 12 صوت ناشر لكن لو انا قلت عشرة زائد نسبة الربح اللي هي عشرين في المية عارف هيديك ازا ما انا قلت لك هيديك عشرة وعشرين قرش يعني ما حصلتش حداشر جنيه اقل من عشرة جنو ونص كمان يبقى انا لان النسبة دي لازم اترفع التكلفة تاني عشان اجيب الربح لكل واحدة يبقى انا ما جمعتهاش مرتين ولا حاجة طيب هي القصة بقى في نسبة التعليق دي او نسبة الربح او نسبة الرفع او نسبة همش الربح ايان كان المسمى بيجيبها ازاي نسبة التعليق دي يعني انا عايز اكسب كام بس كان نسبة مقوية وطالما هي نسبة مقوية بقى لازم بقى فيه بسط ومقام طب البسط عبارة عن ايه الربح اللي انا عايز احققه الربح المستهدف برضو ده بيتحدد بناءنا على ظروف الشركة والسوق والعملة والمرونة وكل الكلام ده زائد انا بس مش عايز اغطي الربح بس انا المعادلة الاساسية بتاعتي لما جيت قلت الالم مكلفنا عشرين خد التكاليف الصناعية بس تبا انا فيه تكاليف تسويقية وتكاليف ادارية والتمولية عايز اغطيها برضو فهو بيغطيها في معادلة نسبة التعليق ما بيغطهاش هو بيقول تكلفة الوحدة يعني هو بيقول تكلفة الوحدة بياخد الصناعية ايجي في المصرفات الاخرى اللي ماخدهاش ضمن تكلفة الوحدة دي يغطيها مع الربح المستهدف ضمن معادلة نسبة تعليقه هو كده على فكرة اكونو بيغطي التكاليف الوحدة الاجمالية مش الصناعية بس اللي بيفكر يعني شوية اكونو بيغطي اجمال التكلفة زي المعادلة اللي فاتت يعني اخد اجمال التكلفة خلي بالك اهي تمام يعني يوم بقى شبه بعض شوي شبه فيه تشابه طبعا يعني طيب ده البسط يبقى البسط هو اللي انا عايز اغطيه بعد التكاليف الصناعية قلنا الربح والتسوئية والادرية والتكاليف يعني بقسم على كمية الوحدات عشان اجيب الوحدة الوحدة بقسم على التكلفة الصناعية لكلية الوحدة عشان اناسب البسط للتكلفة الصناعية يبقى النسبة وتناسب قلتلك ليه كمان المقام قسم على الحكتين دو تعال نشوف مثال بقى لغت التكاليف الصناعية المتغيرة للوحدة تلاتة جنيه السبتة الصناعية خمسين الف التسوئية والادرية سبعين الف او سبعة تلاف العائد المستدف تسعة تلاف عدد الوحدات عشر تلاف وحدة عايزين سيار البيان هنجيب الاول التكلفة الصناعية عندك تلاتة جنيه للوحدة يبقى خلاص مش هاسمه الهضرف بحاجة والسبتة الصناعية اخدها برضو لانها صناعية السيد ده رقم اجمالي لازم اسمه العدد الوحدات يبقى خمسين الف على عدد الوحدات خلي بالك مش عشر نقصد عشر تلاف خمسين الف جنيه على عشر تلاف وحدة يديك خمسة يبقى خمسة وتلاتة تمانية تمام يبقى انا جيبت تكلفة الوحدة الصناعية تمانية جنيه لها استخدمها في الاخر يبقى نسبة التعليق هتساوي الربح المستهدف معطى تسعة تلاف زائد التكاليف اللي انا ماخدتاش لها التسوق لدينا سبعة تلاف على عدد الوحدات عشر تلاف في التمانية اللي انا لسا جابها التكلفة الصناعية الوحدة يدينا عشرين في المية يبقى انا عايز اصعر باكتر من 20% من التكاليف الصناعية الوحدة والتكاليف الصناعية الوحدة 8 جنيه يبقى انا عايز اكسب في 28 دي 20% يبقى 8 زي 8 في 20% يعني 8 في 20% دي الجنيه و 6 قروش يبقى انا عايز اكسب ما بعد 8 ابيع يبقى 9 و 6 قروش بقول لك لو الشركة العائد المستهدف بتاعها جواء التكاليف التسفقية والادرية اللي انا عايز اغطيها انا مثلا ممكن ايجي اقول لك ان العائد المستهدف 16000 جنيه وهو مدخل 7000 مع التسعة 16 يبقى ازا تشتغل على طول على الاجمال ده من غير ما يبقى فيه ازدواج واتدخل حاجة كمان اضافية اللي جاءت ازا الفتات بس بالعكس هناك خدنا الصناعية تمام وفي نسبة التغطية خدنا التسويق بالادرية هنا هناخد المتغيرة وفي نسبة التغطية هاخد اللي مش متغير اللي هي السابت يبقى انا هنا باخد المتغير كله سواء صناعي او تسويق او اداري اين وجد واجد في معدلة نسبة التعليق يعني كده ما اخدتش التكاليف السابتة ما انا عايز اغطيها كمان ما تكاليفها ونفقة ما تحملها يبقى بروح احطيتها في معدلة نسبة التعليق مع الربح لكن انا عايز اغطي ربح مع تكاليف سابت فهمت وصلت الفكرة يا نفس اللي فاتت اللي بيفكر شوي بفرض ان التكلفة المتغيرة ستة السابت تلتاشر الوحدات خمساشر الف والربح المسادة في اربعة عشر يبقى نسبة هو هنا مديك تكلفة المتغيرة الوحدة جاهزة ستة جنيه خلاص مش هتعفيها ولو ما اديلكش انت هتجيبها بقى زي ما احنا عارفين قبل كده يبقى نسبة التعليق يسوي الربح المستهدفة اربعة عشر الف زائد اللي انا ما خدتوش في التكاليف الوحدة اللي السابتة هناخد السابت بقى تلتاشر الف على عدد الوحدات خمساشر الف عشان اجيب لي الوحدة في ستة عشان اخلى نسبة وتناسب تبقى نسبة مقاوية يعني اذا طلعت تلاتين في المية التكلفة الوحدة ستة جنيه وانا عايزة اكسب ستة في تلاتين قرش يعني واحد واحد وتمانية من عشرة ان ستتها تفسدت في تمنتاشر واحد وتمانية من عشرة يبقى نبيع بسبعة وتمانية من عشرة تمام بقول لك المنشآت اللي فيها اصناف عديدة زي محلات التجزئة التسعير بيكون وفق اسعار السوق بيبقى فيه صعب شوية بيبقى صعب بيبقى صعب شوية ان انا امسك صنف صنف واعمل المعادلة الفاتة دي احيانا الشركة اللي عايزة تطبق المعادلة دي برضو بيبقى فيه صعوبة ان انا نحدد نسبة تعليق لكل صنف بيجيب اصناف متشابهة بيجيب متوسط نسبة التعليق يعني مثلا انا عايز اكسب 10% ده 12 اجيب متوسط عام واستخدم المتوسط ده في تحديد سعر كل صنف او اشتغل عادة بيبقى وفق سعر السوق خلي بالك منتجات البقالة والحاجات دي بيبقى صعب شوية بقى فيه تفوت في الاسعار انها منتجات على سحب كتير فعشان تتبيع بسعر اعلى من حد تاني محدش هيجيش تشتري منك تاني وهكذا طيب في حاجة اسمها والتانا تكلمت فيها برضو قبل كده انا حبيت اضمها بقى الفيديو ده طبعا اننا نحن نكلم عن التسعير دلوقتي قرار التسعير بين شركات المجموعة او اطراف ذات علاقة يعني انا عندي طرفين ذات علاقة وليكن شركة قبضة او تابعة مع بعض او شركة لها مقر رئيسي وفروق لها فروق اخرى تحلية مثال زي ده انا هنا عدلت شوية فيه طبعا المثال منقول بتصرف عن الاستاذة الدكتورة وفاء حجازي من كتابها الخاص بالمحاسبة الدولي تعال نقرأ كده وهنفهم انا اقصدين تكون احدى الشركات الف ببيع احد المنتجات وطوفر الاتي هي بتبيع المنتج ده بخمسين دولار مثلا التكلفة الصناعية المتغيرة للوحدة تلاتين دولار ماشي والتكلفة التسويقية والادارية المتغيرة برضو خمسة دولار التكلفة السابتة مئة الف دولار ماشي الطاقة القصوى مئة الف وحدة يعني الشركة دي اخيرة هالسنة دي تنتج مئة الف وحدة مش تعرف تنتج اكتر من كده من الاخ والطاقة المستغلة سبعين الف وحدة معنى المستغلة ان هي هتنتج السنة دي مية الف بس مش هتقدر تبيعها غير سبعين الف عبابا عندها طاقة عطلة او مغزون بتلاتين الف وواحدة هتبيعه بقى السنين الجاي بقى مش تسنة دي ده معنى الكلام اللي مش فاهم يعني هو قصوى مستغل طيب في شركة تابعة عليها خلي بالك عايزة عشرين الف وواحدة عشرين انا عندي طاقة عطلة كم ها تلاتين الف انا مش عارفة بيع تلاتين الف هفيه شركة تابعة جات تقول لي على الفكرة انا عايز اخد منك 20 الف من المنتج ده المنتج ده بيبعف السوق بخمسة واربئين دولار بخصم تجاري اربعة واربعة في المية يعني الشركة به دي بتقدر تشتري المنتج ده من برة بخمسة واربئين دولار وكمان فيه خصم اربعة في المية نحسبه دلوقت اربعة واربعة من عشرة في المية بس في محوظة بيقولها لك اذا تم كبول العرض يعني لو به اشترت من الف هتنخفض التكاليف التسوئية والادارية 20% السؤال الاولاني هل تنصح بالتبادل الداخلي ام لا طبعا واحد ممكن يتصرع ويتهور ويقول لك يا عم ده الف يتبقى بخمسين وانا كابه بعرف اشتري بخمسة واربئين اقل من خمسة واربئين كمان ايه اللي خلال اروح لالف ده لا مش هشتري منه هتتهورش تبتهور ليه ممكن ايه انفى نشتري منه اصبر علي تعالى تضبط ارقامنا الاول نزبط ارقامنا الاول اولا هو قال لي انا اقدر اشتري من السوق بخمسة واربئين دولار بخصم التجارvt 44 من 10 بقى اضرب 45 في الخصم التجاري وارجع تراحه تاني او اضرب في المتمم اللي هو هيبقى 95 وستة من 10 المهمه طالقى التاتة واربئين يبقى انا اقدر اشتري من السوق كابه يعني شركة بـ 43 للوحدة واخينا الف ده يبيع بخمسين يا بيبقى خمسين ليه يا عم ده انا مشترى بتاتي ارتبان ماشي ازبر علي ازبر على رزقك ازبر على رزقك. تمام. تاني حاجة عايزين نزبطها تكاليف التسويقية والادارية للوحدة خمسة جنيه. لو الف هيبيع هيوفر بقى نقل التسويق وحاجات من دي المهم هيوفر عشرين في المية. خمسة في عشرين في المية بجنيه صح كده? جنيه اه. يبقى التكاليف التسويقية والادارية هتبقى اربعة جنيه بدلا من خمسة جنيه. ماشي يا سيدي. طيب. ده معنى ايه? معنى ايه? ان الف لو لا باعه اللي به هيوفر جنيه تكاليف. يبقى ممكن يبيع بتسعة واربعين. مدى الخمسين ما هو يوفر جنيه. بس به بيشتري من من برة قلنا بكام بتلاتة واربعين. هل تنصح بالتبادل الداخلي? يبقى الف هيبيع للسوق بتسعة واربعين. وبه بيشتري برضو من سوق من ناس تانية بتلاتة واربعين. انت هتتصرع وتقول به ما يشتريش من الف? انا اقول لك لا به يشتري من الف. ليه? اولا الف عنده طاقة عاطلة تلاتين الف. من مصلحته يبيع تلاتين الف وحدة بما يغطي فقط التكاليف المتغيرة. يعني هو مش لازم يبيع بخمسين ولا يبيع بتسعة واربعين. لا. ده يبيع باللي يغطي المتغير بس. لان كده كده في طاقة عاطلة يا عالم السنة جاي يعرف يبيع المنتج ده ولا هيبوز في المغزن ولا الا يحصل ولا يحتاج يصرف عليه تكييفات ومش عارف ايه وكهربة عشان يحفظ على المنتج. لا ده هو يبيع باللي بيغطي. ما كده كده. السبعين الف وحدة دول كم يكسبينه. طب التكاليف المتغيرة فقط. بمعنى ايه? هي التكاليف المتغيرة هنا تلاتين. الصناعية تلاتين. والتسوئية خمسة بس هيبقت اربعة. اربعة وتلاتين. يبقى هنا المنتج ده وقف عليه باربعة وتلاتين دولار. اربعة وتلاتين دولار. عارف لو باع الصنف ده اللي به باربعة وتلاتين مفيش مشكلة. باعوا بخمسة وتلاتين مفيش مشكلة. باعوا بستة وتلاتين مفيش مشكلة. باعوا باربعين مفيش مشكلة بها هيوافق خلي بالك. باعوا باتنين واربعين بها هيوافق. باعوا بتاتة واربعين بها هيوافق برضو. بس مش باربعة واربعين. لأ اربعة واربعين بها مش هوافق لان بها بيشتري من السوق بتاتة واربعين. يبقى ازا من مصلحة الشركة الف ان هي تبيع اللي بيه طالما عندها طاقة عاطلة بما يغطي التكاليف المتغيرة بس بما لا يزيد عن سائر السوق اللي بيه بيشتريه اللي قلنا عليه 43 صح كده 43 لو واحدة يقول لي الف يبيع ب43 ولا بال34 قلت لك مش هتفرق عارف ليه اقول لك ليه بص يا سيدي دلوقتي الف لو بيع اللي بيه ب34 ألف كده مش كسبان بس مش خسران برضو خلي بالا بس بها هيكسب هيكسب 9 9 دولار ليه لانه بيشتري من السوق ب43 وهنا هشتري ب34 بكسبان 9 دولار حلو طب افرد ألف باع اللي به ب35 دولار عارف اللي يحصل كده ألف كسبان دولار وبه كسبان 8 دولار ليه معه بيشتري من السوق ب43 هنا هشتري ب35 يبقى في 8 دولار برضو زائد الدولار نفس التسعة دولار طب يا سيدي تعان خلي ألف هيبيع لبيه باربعين دولار عارف دي معناها ايه ألف هيكسب كم ستة دولار لان التكلفة المتغيرة 34 وهيبيع باربعين هيكسب ستة دولار وبها هيكسب 3 دولار بدل ما يشتري ب43 هيشتري ب43 يبقى في كل الحالات مجموع المكاسب لألف وبيه معا تسعة دولار لأنه في الآخر شركة واحدة خلي بالك ما هيقبضة وتابعة شركة واحدة في الآخر يبقى اذا احنا ننصح بالبيع بأي سعر ما بين الاربع وتلاتين إلى تاتة واربعين واحد يقولي التكاليف السبتة انت شائلها من المعادلة ليه كده كده مش هتفرق تكاليف السبتة تزيق إجار المصطع كده كده هتدفع بعتل به ما بعتش لبه تكاليف السبتة نتحملها فاحنا هنا بنطلق عليها لفظ تكاليف غير ملأمة في مجال اتخاذ القرار إلا إذا كانت تكاليف يمكن تخفضها من خفاض وعادات الطاقة المستغلة ده موضوع تاني اتكلمنا عنه في سلسلة المحاسبة الإدارية على فكرة بص بقى سيدي طبعا الكلام ده محلولة هوت ماشي تسعة والكلام ده أنا كل ده قيلها تعالوا نشوف المطلوب التاني بقى بقول لك افرض أن الطاقة المستغلة 100% يعني إيه يعني ألف بين تجمية ألف وقادر يبيع المية ألف بخمسين دولار هل يتغير القرار أو هل في الحالة دي ألف هيوافق اللي بيع لبه الإجابة قطعا لا ليه أقصى سعر هيقبل ألف يبيع لبه هو تسعة واربعين دولار لأن في تخفض دولار فممكن يقل سعر السوق من خمسين تسعة واربعين إبقى أدنى سعر ألف هيوافق يبيع به بيه لبه هو تسعة واربعين دولار وأقصى سعر هيوافق به يشتريه من ألف هو تلاتة واربعين دولار لأنه هو بيشتري من السوق بتاتة واربعين مش يقدر يبيع أكتر من تاتة واربعين يشتري أسف بأكتر من تاتة واربعين لأنه قدامه بتاتة واربعين اللي يخليه يشتري بتسعة واربعين لا إذن في هذه الحالة لا ننصح بالتبادل الداخلي لمصلحة الشركتين يعني لو جي حد قالك مثلا نخلى ألف يبيع لبه بخمسة واربعين طبعا به مش هيبقى مبسوط لأنه بيشتري بخمسة واربعين بدل تسعة واربعين وألف برضو مش مبسوط لأنه بيبيع بخمسة واربعين بدل تسعة واربعين يبقى لا يمكن أن نصل إلى حل وسط يرضي الطرفين في المطلوب التاني ده يبقى لا ننصح بالتحويل الداخلي تمام نيجي للمطلوب التالت ماشي بقول لك اللي برجوع للسؤال الأصلي اللي هو كان فيه طاقة مستغلة سبعين في المية بفرض أن مدير الفرع ألف أو الشرك ألف أصر أنه يبيع بخمسين لذا سيكون قرار الشركة باء هو إلغاء الطلب والاستمرار في الشراء من السوق فهل تنصح مدير الشركة بالتدخل اللي هو يقصد يعني مثلا مجلس الإدارة الأم يعني وكيف وتأثير ذلك على الأرباح الشركة بص يا سيب واضح أن مدير فرع ألف ده مش فيه محاسبة إدارية عمي أن يقول لي يا عم يهديك يردك أنت عندك طاقة عطلة لا هبيع بخمسين يا ابني عايزين ننفع الشركة به هبيع بخمسين يا عم المخزون بتاعك يا بوز هبيع بخمسين هو دماغه كده خلاص قفلت على الخمسين طيب نعمل إيه في الحالة دي أنا بنا نتكلم عن نقطة الأولى اللي إحنا نصحنا فيها بالتبادل الداخلي اللي هو هنكسب تسعة دولار لو تم التبادل الداخلي بأي سعر يعني حصر ما بين اربعة وتلاتين إلى تسعة واربعين ماشي ننصح مدير الشركة بإيه بص يا سيدي إحنا دلوقتي عايزين نخلى ألف يرضى يبيع بتلاتة واربعين هو مصمم على إيه على خمسين يا عم إحنا هنديك سبعة دولار عن كل منتج بس بيع بتلاتة واربعين يبقى كأنك باتت بخمسين أهو مش عصر طيبات خمسين بيع بتلاتة واربعين واخد سبعة دولار يبقى أنت عابد خمسين أهو هيوافق لو دماغه ناشفة ده هيوافق لأنه إيه هياخد الخمسين اللي هو عايز طيب هل السبعة دولار الإعانة دول اللي إحنا ديناهم للفرع ألف عشان يوافق على البيعة دي هيأثر على أرباح الشركة بالسلب تعال نشوف الأرقام هي اللي هتتكلم بقى هنا مطلوب الثالث بس يا سيد بالنسبة لأرباح الفرع ألف هتبقى كام هو هيبيع بخمسين لأنه فيها عانة سبعة جنيه نقص التكاليف قلنا المتغير الربعة وثلاثين بعد ما طرحنا الجنيه اللي هو التخفيض بشيئ عشرين ألف وحدة طلع تلتمية وعشرين ألف بقول لك الخمسين دي يا سيار التحويل اللي إحنا بنتكلم عليه زاد السبعة اللي إحنا قلنا على يوم العلاوة طب أرباح الفرع به بيه مش هيكسب حاجة إنه كده كده بيشتري من السوق بتاتة واربعين فيشتري من ألف بتاتة واربعين يبقى صفر طيب ناقص الزيادة في مصرفات الشركة نتيجة العانة ما إحنا طلعنا من خزينة الشركة سبعة في عشرين ألف يعني مية واربين ألف يبقى تلتمية وعشرين ألف ناقص مية واربين ألف إدك مية وتمانين ألف اللي بالك الحالة الأولية فاكرة ما كنت بقولك كده كده هنكسب تسعة دولار ما هو تسعة دولار تسعة دولار في عشرين ألف بمية وتمانين بقى نفس الحال عارف ليه ما تأثرناش الحال ما تأثرش الببساطة يا جماعة السبعة دولار دي اتشالت من خزينة المركز الرئيسي اتحطت في خزينة برضو تابعنا بس خزينة الفرع ألف بس يعني زيتنا في دقنا زي ما بيقولوا السبعة دي ما تدفعتش لحد غريب عشان نقولوا الأرباح هتأثر إذن بحركة زكاء من مجلس الإدارة يبقى هم أخدوا ألف على قد عقله وفي نفس الوقت الأرباح كما هي مية وتمانين ألف دولار تعاني نشوف المطلوب الرابع مختلف شوية واردي بقولك ارجع الحال الأصلية الشركة اللي هو فيه طاقة مستغلة سبعين يعني طلقت الشركة عرضي لإنتاج منتج آخر منتج آخر غريب منتج يمكلم عنه بعدد عشر تلاف واحدة إن إحدى الشركات التابع علينا والتكاليفة المتغيرة للوحدة المنتج الجديد ده هيكلفنا عشرين جين متغير بس المشكلة لو أنا قابلت هذا العرض اللي هو أبو عشر تلاف واحدة ده هيأثر على فقداني نصف الطاقة الحالية لأنها اتطر استخدم عنابر كنت بنتج بها المنتج الأصلي بتاع اللي أنا بتكلم عنه في رأس السؤال هفقت نص المنتج يعني خمسين ألف واحدة وعطاكوا الكسبة مئة ألف هقدر أنتج خمسين ألف منهم بس على حساب إن أنا أنتج المنتج الثاني أبو عشر تلاف ومكلفني عشرين دولار بقول لي هل تنصح بكبول الطلبية دي وإيه أدنى سعر الكبول طيب يا سيد أنا في الحالة رقم أربعة دي أقل سعر أنا هقبله كشرك ألف لبيع أو لكبول المنتج ده هو السعر اللي يغطي التكاليف المتغيرة أم عشرين دي وكمان يغطيلي هامش الربح المفقود نتيجة نقص الطاقة بتاعتي من مئة ألف إلى خمسين ألف حلو الكلام فيمت حاجة مش أنا المئة ألف وحدة دول لما ببيعهم بيكسبوني مثلا عشرين ألف دولار مثلا يعني طب أنت للوقتي هتخلينا فقد نصف الطاقة دي بدل عشرين ألف دولار اللي بلما كسبهم ده أنا هكسب عشر تلاف دولار بس يبقى العشر تلاف دولار للفرق اللي أنا نقصه في ربح ده لازم أزود بيهم السعر بتاع المنتج اللي أنت جاي تشتري مني ده أو اللي أنت عايزت نصنعه لك مخصوص هي دي الفكرة طب نعمل الشكل ده إزاي بروعة منين الآتي أدنى سعر يمكن كبوله بيساوي التكاليف المتغيرة الأصلية زائد هامش الربح المفقود للمنتج الأصلي عند كبول الطلبية طيب هامش الربح المفقود كام هامش الربح بيساوي سعر البيع نقص التكاليف المتغيرة سعر البيع خمسين والتكاليف المتغيرة خمسة وثلاثين احنا رجعنا لأصل السؤال إنه ببيع للسوق خمسين والتكاليف المتغيرة تلاتين زائد خمسة تسوئية ودير متغيرة برضو يبقى خمسة وثلاثين ده اسمهي مش الربح اللي افقده يعني الوحدة الواحدة بتكسب ده خمستاشر دولار. طب انا الفقد كم احدة نص الواحدات اللي بابعها هي طبعا سبعين الف مش ميت الف لان انا مش هابيع ال econ لان انا اشتكل عال سبعين الف لان انا نقلت وانا بشرح من شوها خمسين الف لأ هي نص الليان هابيعو السبعين الف الانح três ولان الان القœل الف واحدة. يبقى البسط ده هو الربح اللي انا افقده نتيجة دخولي في منتج اخر على حساب فقدال نصف طقتي التشغيلية للمنتج التاني. هللي بالك? يبقى البسط ده اجمالي ربح. لازم اقسمه على عدد الوحدات بتاع المنتج المعارضة عليك ده عشان اجيب ربح المفقود للوحدة الوحدة عشان اجيب سعر الوحدة الوحدة يبقى لازم اقسم على عدد الوحدات. انا وحدات المعارضة علي. لان انا بجيب سعرها هركز معايا. اللي هي عشرة الوحدة. المهم طلعت حوالي اه اتنين وخمسين ونص زائد العشرين الاصلي اصلا المنتج ده اصلا بيكلفني عشرين جنيه او عشرين دولار. يبقى انا لو السعر المعروض علي اكتر من اتنين وسبعين ونص هوافق. قال من اتنين وسبعين ونص هرفض رفض قاطع. تمام? كده اكون كلمتكم في موضوع التسعير. وعلى فكرة في فيديو جاي كمان برضو خاص بالتكاليف. هنحل مع بعض حالة عملية كبيرة. كبيرة كده حالة يعني حالة تضاهي الواقع العملي او تحاكي الواقع العملي. هي حالة واحدة. طول الفيديو هنحل حالة واحدة. مشكلة كده معانة في التكاليف وتوزيع التكاليف. حالة ان شاء الله تنال اعجابك يعني. ان شاء الله ده يبقى برضو الفيديو اللي جاي في محاسبة التكاليف وارضو هلاقي ناس بتسألني هتكمل معايير امتى ان شاء الله انا همكمل بص ما فيش سلسلة بدأتها بفضل الله الا ما بكملها لكن انا الاسف الفترة دي مشغول جدا 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 يعني على فكرة اللي انتوا شايفين قدامكم ده الماتيريا اللي قدامكم ده هو موجود معايا بقالوا شهرين يعني خلال الشهرين دول انا ما لقيتش وقت مناسب اسجل في الفيديو ده طبعا المعايير بقى متحتاج مجهود اكبر وتحضير كبير فانا للاسف ما اظنش ان انا في شهر تمانية ده هنزل ايها خاصة بالمعايير ممكن انزل اخر تسعة او شهر عشرة يبقى اكمل المعايير في شهر تسعة او شهر عشرة ان شاء الله ادعولي طبعا انا ربنا يوفى ان انا اكمل اولاء وقت مناسب ان انا اكمل في المعايير بس هي هتكمل ان شاء الله كده كده هتكمل شكرا والسلام عليكم